تعيست الكل اقولك عملت الحلويات ازاي هتحل وتحداء في نفس الوقت سهلة وبسيطة ومش هتكلفك بكبات دقيق من البيت ومعلقتين سامنة كلنا عندنا سامنة ودقيق في البيت سهلة وبسيطة خالص انا عندي هنا ثلاث كبات من الدقيق ورشة ملح ومعلقتين سامنة حفركهم في قلب بعضهم كده الاول لهم مبارك سهلة وبسيطة وجميلة جدا فرقتهم كده في قلب بعضهم وجبتوا كباة من المي وعلى حسب الديب بتاعك اهم حاجة تلاقي ايه العجينة بقت مسكة وحلوة معاك لسايلة اولا مسكة اولا بص الله مبارك بقت طرية وجميلة ازاي معايا اللهم مبارك حطيت هنا بقى معلقة نشا عاس حط دي حطي عاس حطي نشا حطي بس انا حطيت لها نشا فرقتها كلها وروح تجاها بقى كوباة عندك كوباية على حسب ما انت ايه اللي انت عايزاها كوباية بولا كده تحط وتعمل بها روح تجاها بقى شايلة الزيادات دي الزيادات دي اللي هنحل بيها يعني الزيادات اللي انا شلتها دي اللي هنحل بيها الحشو بتاحت جبنة كل واحد على حسب الحشوة عاس حطي زتون معاها حطي الحشوة اللي انت عايزاها وتزبطها كده بالشوك. قدحت الزيت وتحط بقى الكمية بتاحت كلها. قلت افرد بقى اللي هي بتاعت الحلم. وانا بحمر الحالي. وهتقطعها بالسكينة ايه? سهلة وبسيطة جدا يعني. هيبقى انت هتحلي في نفس الوقت وتحدق. تاكل وتحدق وتسكر. كان عندي معلقتين سكر عاديين خالص بتاعنا العادي. هتضربوهم في الكبة. وتيجي رش على ايه? على بتاع الحلو بتاعنا. بقى احنا عندنا حلنا وحدقنا. وبنفس العاجينا وسهلة وبسيطة. وفي عشر دقايق قصة من بالله في عشر دقايق وانت وقفة كل ده وانت وقفة مش هيكمل مع كبوس الجمال. اتمنى تشاركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد. فرحوني بالكومنتات بتاعكم الحياة.